وليسا مكملين معاكم في قراتنا في كلام في الميديا لسا مع الفقرة الأولى وهي أخبار النادي الأهلي من على الجرائد وهنبتدي بالأهرام الأهرام قالت النهاردة أن حقق النادي الأهلي فوزه الأول في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد ما تغلب أمبارح على فيتكلاب الأنجولي 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب بورج العرب حقق النادي الأهلي أول 3 نقط لي في مجموعة الرابعة وكمان شهدت فوز سنبا التنزاني على شبيبة التورى الجزائري 3-0 في تنزانيا سجل أهداف النادي الأهلي نصر مهر وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقتين 65 وال80 بعد مباراة كانت الأفضلية فيها للنادي الأهلي من خلال السيطرة المستمرة ركز مارتين لأسارتي المدير الفاني الجديد لنادي الأهلي على اختيار تشكيل نموذجي بيساعده على الفوز وكمان قبل ما يدخل طبعا المباراة كان مع معلومات عن صعوبة المنافس الكونغولي وكمان ده اللي انعكس على الحالة الهجومية اللي كان بيقودها ثلاثي خطير عسين الشحات وعليد سليمان ورمضان صبحي وراء المهاجم الوحيد مروان محسن عشان كده كانت تفوق أهلاوي بامتياز خلال مجريات الشوط الأول من خلال السيطرة الوضحة والفرص الضيعة كمان الشروق قالت أن أجل الجهاز الفاني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقية الأرجواني مارتين بأسارتي استكمال الأربع مقاعد المتبقية في قيمة الفريق الأفريقية لحد ما يعرف مصير صفقة انضمام حمدي فتحي لاعب خط وسط فريق أنفي للقلعة الحمراء وده طبعا بعد ما قرب اللاعب كثير جدا من ارتداء القميص الأحمر وإن شاء الله بإذن الله نعلن النهاردة أخبار مهمة جدا عن الصفقة دي